السلام عليكم متابعيي قناة توبتن عرب نعمل أنكم بخير وأنكم مستعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة مرحبا بكم أصبحت رياضة كمل الأجسام من أشهر الرياضات في العالم فأنتم حتما تعرفون أحد الأشخاص الذين يدمنون على هذه الرياضة لتقوية جسمهم وتضخيم حجم عضلاتهم وفي بعض الأحيان قد يقوم لاعب كمل الأجسام بأخذ أدوية ومواد معينة لمساعدتهم في الحصول على الجسد والوزن الذين يرغبون فيه إلا أنه بغض النظر عن كل هذا هناك من يحاول الاعتماد على وسائل وطرق رخيصة وغير متوقعة ليصبح جسمهم ذا شك غريب وغير مقبول لدى الأغلبية ولهذا اخترنا لكم في هذه الحلقة أكثر لاعبي كمل الأجسام المزيفين في العالم والذين ستتفاجأون لدى رؤيتهم فابقوا معنا روماريو شاب برازيلي يدعي بأنه لاعب كمل الأسام يرغب في الحصول على جسم مثل جسم شخصية هولك الوحش الأخضر منذ أن شهد فيلم هولك أول مرة وقد عرف روماريو مدة السيني ثول في صلة الجيم المحلية التي يذهب إليها ليبدأ في حقنها بجسده منذ مدة من الزمن لدرجة الكمية التي حقن بها عضلات يده كانت كفلة لتجعل هذه الأخيرة متصلبة بحيث لم يصبح بإمكانه حقن المزيد من السيني ثول فيها والغريف في الأمر هو أن هذا الأمر لم يمنعه في البحث على حالين بديل بحيث اشترى إبرا قوية والتي تستخدم لحقن الأبقار والثيران وقد تسبب له هذا الأمر في عدة مشاكل صحية نهيك عن تضخم عضلات يده بشكل مبالغ فيه وتحول جسمه لعكس ما أراد طبعا لكنه لازل مستمرا في القيام بما يقوم به غير مكترث لأي شيء آخر كان فلانتينو فيما مضى أحد لاعبي كمل الأجسام المحترمين لكن هذا الأمر لم يبقى على حاله لمدة طويلة وخصوصا لدى محاولته مواكبة المعايير الجديدة بحيث اعتمد على حقن عضلاته بالسيناثول وهي مادة مكونة بشكل أساسي من الزين والكحول والسيترويد وتعمل على تضخيم العضلات دون الحاجة للتداريب أو تمارين الضغط لكن فلانتينو لم يكتفي بهذا بل اعتمد على مزيد من مواد التضخيم ما سبب تضخم عضلات يده بشكل أساسي لكن عدم حرصه ومبالغته كان سببا في انفجار عضلات يده اليمنى خلال محاولة حقنها في أحد الأيام وهو ما جعل استخدامه للسيترويد مجددا أمرا غير ممكن لما قد ينتج عنه من أضرار غير مرغوب فيها أدوارد سبايك غور أدوارد سبايك لعب ريكبي بلجيكي سابق ولعب كمال أسام وعارض أزياء وممثل لقطات خطيرة بديل في هوليوود أيضا لكن ورغم كل هذه الأمور إلا أن نهاية منخص مسيرته المهنية انتهى بلقب الرجل ذو القلب الملفجر فهذا رجل الذي يبلغ من العمر الآن 57 سنة محظوظ للغاية لأنه لازل حيا ففي ساب تعاطي للسيترويد مدة 15 سنة أصبح رجل يعاني في السنوات الأخيرة من ألم قاص للغاية في صدره والذي اتضح في النهاية بأن مصدره هو القلب بحيث أتى رجال الإسعاف وساعده للبقاء حيا عبر حقنه مباشرة بالأدرينارين في القلب لكن مشاكله لم تنتهي هنا فخلال العملية الجراحية اكتشف العلماء بأن وريد قلبه قد انفجر بشكل حرفي وظل من بعد العملية في غيبوب لمدة 6 أسابيع وقد كانت تجربته هذه سببا في جعله مصدر إلهام لشباب كي يبتعد عن السيترويد والمنشطات وكل المواد التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحاتهم بدل مساعدتهم على تحسينها فلادير سيغاتو قد يكون جسم لاعب كما للأسام البرازيلي هذا سببا في عدم الاعتماد على السيناثول لكل من يفكر في القيام بذلك وقد كان فلادير خلال فترة مراهقته نحيل للغاية وتوجه لصالة الجيمة المحلية من نجل احتناء بجسده لكنه لم يكن من النوع الصبور وأراد حلا سريع لتضخيم جسمه وهو الأمر الذي دفعه للاعتماد على السيناثول الذي حقنه بشكل مستمر في عضلات صدره ويده بشكل كبير وبالطبع تدخمت هذه العضلات بشكل سريع للغاية إذ أصبح حجم عضلات يديه 23 إنشا وهو حجم يرغب كل لاعبي كما للأسام في بلوغه ورغم تسبب السيناثول في توجه هذا الرجل للمستشفى مرات عديدة ومعرفته لمخاطر ما يقوم به إلا أنه لازل مستمرا في عادته السيئة هذه يبدو بأن حقن السيناثول أمر متداول في البرازيل فهذا الشاب البرازيلي مجددا يدعي بأن لديه أكبر عضلاتية في البلاد ومثل أغربية البرازيليين عرف أرليندو مادة السيناثول في صلة الجيم المحلية ليصبح مدمنا على حقن هذه المادة بعد تضخم عضلات يديه خلال أيام قليلة فقط ويتضح بأن السيناثول مادة تسبب الإدمان فعلا فرغم معرفة هذا الرجل بأن المادة كانت سببا في موت الكثير من أصدقائه إلا أنه استمر في ما يقوم به ولا زال لحد الساعة في عصرنا هذا أصبح هوس التحول لشخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي أمر يقوم به الكثيرون وبراد من هذه الشريحة وينشط بشكل كبير على منصة انستغرام لكنه محاط بالكثير من الجدل رغم ذلك وكل هذا لاعتمده على الأوزان المزيفة والتعديل على الفيديوهات والصور التي يقوم بنشرها ويجدر الذكر بأن تدريب براد بدأت من سنه السادس عشر وقد شارك في عدة مسابقات عندما كان في التاسع عشر من عمره فقط لكنه اخترى الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه بسبب طرق جذبه للمتابعين أصبح محط جدل النوع سخري أيضا لدى الكثيرين وفيما يلي مع العيبات كمال الأسام الوحيدة في حلقتنا التي تمتلك أكثر من ثماني ملايين ونصف متابعة على حسابها الرسمي في انستغرام لكن ورغم كل هذا تلقت كثير من الانتقادات بسبب اعتماده على الأوزان المزيفة من أجل الإشهار وجذب مزيد من المتابعين ورغم أن البعض يرى بأن مثل هذه الأمور عادية للغاية إلا أن غراسيان لم تخرج بأي رد أو تعقيب عن انتقادات الناس هذا الشاب الروسي من أحد المستخدمين مادة السيناثول الخطيرة وقد بدأ في حقنه على مستوى عضلات ذراعه منذ سن الواحدة والعشرين لدى مغادرته الجيش ورغم غرابة شكل جسده إلا أن كريكل يمتلك جهر كبيرة ويؤكد بأنه لا ينوي التوقف عن ما يقوم به والصدم في الأمر هو أن كيرل تعرض لوعاكات صحية بسبب السيناثول إذ يسقط مريضا وترتفع درجة حرارته بشكل لا يصدق أكثر من مرة وإن لم يكن هذا الأمر كفيرا ليدفع للتوقف فربما لن يدفعه أي شيء آخر للقيام بذلك كان كورتيس لعب كما لأسام وأحد المنافسين على ألقاب أقوى رجل في العالم ورسول الحظ كان استخدمه للسيتر ويد سببا في موته ورغم أنه نوعا ما لا يستحق أن يتم إدراجه في لائحاتنا اليوم إلا أن أي شاعات اعتماده على السيناثول حقنه في عضلة الرجل أو ما يعرف بالبطة كان سببا في انفجارها وخروج الدماء منها ليتم نقله للمستشفى على الفور فأغلبية المنشطات وخصوصا السيناثول يؤدي للموت المفاجئ وسبق وحدث هذا الأمر لكثيرين فعلا ولهذا احترسوا رجاء قبل حقن أنفسكم وإتعاطي لأي مادة من شأنها تضخيم عضلاتكم في وقت وجيز للغاية تايلر كوك تايلر كوك لعب كمال أسام محترف من المملكة المتحدة وقد نجح ببناء وجمع قاعدة جماهيرية مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي ويرى الكثير بأن ما يقوم به تايلر أمر جيد وملهم لكن الكثيرين يرون بأن الشاب في الحادي والعشرين من عمره غير قدين على بلوغ ذلك المستوى وهو ما يعني اعتماده على السيترويد بشكل مضخم للعضلات أيضا وهناك من يرى بأنه يعتمد على الفوتوشوب وبرامج التعديل على الصور والفيديوهات أيضا لجميع المتابعين والمعجبين لكن كوك رد على كل هذه الانتقادات بالكاذبة بحيث برر تحوله سريع للعمل المجد والدأوب والجد الكبير الذي يبدله اشتركوا في القناة